أنتم تشاهدون الآرامية أهلاً وسهلاً مشاهدية الفضائية الآرامية وحلقة جديدة من برنامج أضواء العراق اليوم هو الخميس الثلاثون من شهر آب 2012 برنامجنا مباشر مشاهدين الكرام بعد قليل نفتح موات حلقة هذا المساء أنا وزميلي نشأة الإلقاص نشأة مندوي حتى نكون ضيوف عليكم في هذه الليلة تفضل نشأ أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى نلتقوا إياكم بهذا البرنامج ولا تنسون حقيقة لا تهملون مقترحاتكم لا تنسون بأراءكم لا تذكرونه بأي رأي لأنه هذا البرنامج مثل ما قالك كمال منكم وإلكم ونتمنى أي اقتراح توجيه رسالة يعني حتى نتواصل إياكم أي تفضل كمال شكراً نشأة مشاهدين الكرام حلقتنا لهذا المساء رح تكون مكونة من جزئين الجزئ الأول خصصناه للحديث أو الحقيقة الجزئ الثاني خصصناه حول مجموعة من الأخبار اللي يتهم الشأن العراقي هناك العديد من الأخبار الساخنة أما الجزئ الأول فرح نتحدث حول موضوعة جدلية مطروحة للنقاش ومطروحة بالحوار نسمعها دائماً اللي هي هل يحق للدول اللي نقبت بالعراق أن تحتفظ بالآثار العراقية هاي الموضوعة تنطرح في كثير من الأحيان بعض الكتاب يعتبرون ما قامت بهذه الدول هي السرقة ولازم ترجع الآثار العراقية اللي أخذتها بعض الناس تقول لك لا رح نتحدث بهذا الموضوع لكن اللي همنا أكثر مشاهدين الكرام هو رأيكم أنتو كيف أنتو تنظرون للأمور ربما نتحدث في عام 2012 وما جرى على العراق لكن حتى قبل 2012 حتى قبل 1940 1960 1980 في كل هاي المراحل التاريخية اللي مر بها العراق بالإمكان أن نتوقف أمام العديد من المحطات المهمة في هذا الشأن لأن كيف نحن نعرف الآثار العراقية نعم هي ملك للعراقيين هي ملك لآبائهم وأجدادهم لكن هي جزء من الحضارة الإنسانية أيضا كثير من الناس تطلع يعني لما نحن نتحدث عن الصين أول وأهم إشارة لما يشار إلى الصين يشار إلى سور الصين طيب سور الصين هو أثر صيني لكن هل هو ملك للصين فقط هو ملك للبشرية ذات الشيء لما نتحدث عن الأهرامات يمكن نتطرق وقفة صغيرة مع لمحة تاريخية نطيق عليه فكرة الآثار كيف كانت الآثار وين وصلت الآثار حتى بعدين تكون أرقام التليفون حاضر أمامكم للمشاركة بوجهات نظركم وبآراءكم فيما إذا كانت أي من الطروحات أكثر واقعية وأكثر عقلية عقلانية تفضل نشك هو فكرة مثل ما قال كمال فكرة الأرط الأعثار هي أرشيف إنساني أو بلغة ثانية هو أرث بشري أو حضارة شاملة تهم البشرية كلها ما تقتصر على دولة صحيح إنه هي تنبت أو تصنع في موقع محطة أو مكان جغرافي محدد لكنه مثل ما قال كمان هي تهم الإنسانية لأنه تمثل تطور الإنسانية جمعها وتهمل الجمعها مثل ما قال سور الصين هو يعني جغرافيا وجودها بداخل الصين بس كبناء كمنجز كمنجز البشرية كلها طبعا قال نيل أمسترونج اللي توفى قبل حوالي سبوعين قال لا أول ما وصل للقمر قال هي خطوة بشرية داخل القمر لكنه تعني خطوة إنسانية الإنسانية يعني معناها أنه صحيح نيل أمسترونج أمريكي والفولو هي أمريكية بس الإنجاز الكبير هو البشرية البشرية حقيقة موضوع الآثار العراقية موضوع مزدوج برأيا متناقضيا أحيانا يقال مثلا خلي نطيق فالنبذة مختصرة حتى قبل لا ندخل بالموضوع ألف موقع أكو مثبت علميا إنه بالعراق موجود ب آثار لكنه المستغل رسميا ما يتجاوز الميتين هذي تبين لكم مش قد إحنا هاملين الآثار هذا رقم واحد اتنيا سرق من العراق من قبل اتهام رسمي من قبل رئيس هيئة الآثار اللي هو قيس حسين رشيد قال إنه عدد الدول اللي سرقت أو أخذت أو موجود بحيدها الآثار العراقية تقريبا 16 دولة وبالمناسبة ذكر دولتين عربيتين هي السوريا والأردن وذكر بس ما سم ما أكو دولة خليجية ما سم ما أعرف شون سبب المهم تخيلوا هل 16 دولة ما أخذين من أدنى 170 ألف قطعة أثرية 170 ألف قطعة أثرية بس خلال العشر سنوات الماضية العراق بالهيئة الآثار العامة ووزارة التقافة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية قدروا يستردون بس فقط 25 ألف من مجموعة 170 ألف فهذا طبعا رقم مخجل نشأت لما نتحدث عن الشي اللي صار في عام 2003 أنت تتحدث عن كارثة صحيح ومن حسن حظنا أكو بعض الفيديوهات رح نطلعها للمشاهدين لكن خليني مع الجمهور أن نتطرق إلى على الأقل وقفة قصيرة مع البدايات العراق تاريخ الحديث يبدأ في عام 1921 بناء الدولة بداية الدولة العراقية لكن العراق هو بلد قديم جدا في عام 1640 قبل الميلاد سقطت الدولة البابلية بعدها تعرض العراق إلى كثير من الاحتلالات وكانت ميدان للاحتلالات ميدان للحروب احتلالات والغزو الغزو معروف الآثار العراقية أكدنا نوعتين من الآثار وهي مرتبطة بالحضارات الحضارة اللي كانت في جنوب العراق كانت آثارها آثار طينية وهي الآثار بتعرضها إلى عوامل الطبيعة من الممكن أن نتروح والآثار اللي موجودة في شمال العراق اللي هي آثار صخرية كثير منها بقت والشواهد موجودة النمرود وغير النمرود ماذا فعلت الجيوش ماذا فعلت الأقوام وبين قوسين ماذا فعل المسلمين لما دخلوا إلى العراق لأن اللي كانت موجودة بالعراق اللي كانت فوق السطح بالنسبة للأقوام اللي كانت عايشة بالعراق إن كان البابليين أو الأشوريين أو السومريين أو لكذين كان عندهم آلهة هؤلاء الناس ينظرون إلى هذه التماثيل بأنها أوثان وبالتالي يجب إزالتها يجب تفليشها الشيء الآخر اللقى والحلي والرقى حيكلها من الممكن أن يأخذوه وأن يموعوها وأن يصبوها وأن يسووه وأن يسووه منها غير شي بالوقت اللي هي إرث تابع للبابليين وغير البابليين إذن ما موجود عندنا من آثار اليوم النسبة الأعلى منه هي آثار كانت تحت الأرض مطمورة ومن حسن حظ العراقيين كانت تحت الأرض لأن لو هاي الآثار كانت فوق الأرض الله يدري شان صار بيها كانت تعامل بس الله يدري كانت تعامل بيها عملياً أول بداية التنقيب عن الآثار بشكل شخصي وفردي بدت عام 1845 بالعراق بالعراق قبلها ما كانوا يعرفون شيء وطبعاً هذه كانت البعثات لا هي مو بعثة بعد هذا كان مندوب 1845 كان مندوب في إسطنبول وهو كان قراءته للكتاب المقدس وبالكتاب المقدس أكو هناك إشارة إلى بابل أكو هناك إشارة إلى أور أكو هناك إشارة إلى برج بابل وأكو هناك إشارة إلى نينوى هاي الإشارات موجودة بالعهد القديم فهذا لما إجي اشتغل بإسطنبول كان عنده طموح أن يروح يشوف بابل أن يروح يشوف أور اللي يطلع منها إبراهيم أن يشوف الزقورة أن يشوف البرج المهم عمله ما كان متوج لأنه كان مسعى فردي كان أكو هناك أكثر من مسعى بنهاية الألف وثمانمية بلشت تجي لأن مع ازدياد التنقيب وبلشوا يشوفون آثار موجودة لكنه ما كان عندهم خارطة آثارية هم يروحون ينقبون بمكان تخصون ما كان عندهم خارطة بالمواقع بالمواقع كانوا يجريلوها وكان عمل فردي واعتمد على زائدا معرفتهم باللغة البابلية كان أكو هناك محاولة لمعرفة اللغة البابلية وما زالت اللغة السومرية كانت عصية عليهم كلها استغرقت سنين وسنين من البحث متأكيد ملخص ملخص الكلام قبل 1921 بلشت تجي كثير من البعثات أنا ذاك وقسم من هاي البعثات اشتغلت حتى في في نينوان أنا ذاك اللي شافوه أخذوه اللي شافوه أخذوه بس أخذوه من حسن حظ العراقيين أنا أقول هؤلاء الناس أخذوه لو احنا ناخذ بنظر الاعتبار المستوى الثقافي والمعرفي اللي كان موجود بالمجتمع العراقي أنا ذاك هؤلاء الناس أخذوه وحطوه في متحف اللوفر حطوه في متحف برلين حطوه في أرقى المتاحف العالمية وبالتالي فتحوا عيون العالم على بابل وعلى آشور وعلى نينوى وعلى الوركاء وعلى أور وعلى سومر مع بداية الدولة العراقية بلشت الحكومة تنظر إلى هذا الشيء نظرة أخرى جرت اتفاقيات لأنه العراقيين بعد ما كانوا دخلوا هذا الحيز التنقيب وهذه الأمور هاي أجت في مراحل لاحقة الحكومة العراقية بلشت تتفق معه أو يعني الجهات الرسمية أنا ذاك تتفق مع البعثات الاستكشافية لما يجون إلى العراق حددوا لهم مواقع قالوا لهم أنتوا تنقبون خمسين بالمئة لكم خمسين بالمئة لنا مقايضة زي مقابل عملكم مقابل جهودكم مقابل الشيء اللي أنتوا تقدموه تاخذون خمسين بالمئة من هاي العملية بلش العراق يطلع من الأرض إلى السطح في عام الفتسعمية وثلاثة وعشرين تتح المتحف العراقي وبلشت المسيرة مع وجود هذه الفرق الأجنبية بلش كادر عراقية تدرب سنين لاحقة أضيف حقل إلى الجامعات العراقية حقل التنقيب والدراسات بتاريخ العراق القديم بهذا العمل الكبير بلشت البعثات التنقيبية مع بروز عمالق عراقيين يعني قدت لما تحتي على طهب هاقر تحتي على سفر تحتي على يعني أكو بعض الأسماء اللامعة اللي اشتغلت بحقل الآثار وضعوا خارطة بالمواقع الأثرية اللي موجودة بالعراق وأنا رح أضيف إلى المعلومة اللي اتت تفضلت بيها ما مسجل ما مسجل لدى المتحف العراقي يربو على الخمسين ألف موقع أثري عراقي طبعا العراق من الممكن أن يحتوي على أضعاف هذا الرقم لكنه المعلم والمثبت لدى المتحف العراقي هو خمسين ألف موقع هاي الآثار اللي موجودة بالمتحف العراقي واللي كانت موجودة في المتاحف الموجودة بالمحافظات العراقية والآثار اللي موجودة في كل متحف العالم بما بيها متحف الديترويت انستوت اوف ارت اللي موجود في داونتاون ديترويت بما بها هذا المتحف الصغير هي جاءت من خمسة آلاف موقع فقط في هذه الخمسة آلاف موقع لم يقم المنقبون بعملهم بشكل كامل مئة بالمئة قسم من هاي المواقع جرى التنقيب بها 10% 20% 30% وكثير من الاحيان لم تكن هناك تكنولوجيا كاملة بعمليات التنقيب بدليل كانوا يستعملون الشفلات في بعض الاحيان كانوا يستعملون آلات الحفر وبالتنقيب عن الآثار لا يمكن ان تستعمل آلات ثقيلة لانه هاي كلها مطمورة تحت الارض ومن الممكن أن تندمر من الممكن أن تتفلش لكن نقول هذا هو تحصيل حاصل ما جرى أكو كثير من المواقع كان المفروض أن ينزلون إلى خمس طبقات أو ست طبقات هم نقبوا في طبقة واحدة السبب قبل أن أدخل حتى نقبوا حتى نعرف أكو بالعراق لكن لا يكفي أن نعلم ماذا يوجد من آثار في العراق يجب أن نرفع السؤال التالي ماذا تقدم الجهات الرسمية بالعراق واحد وماذا يقدم العراقيين قبل أن أدخل زميني نشأت إلى هذا الحوار خلونا نشاهد الفيديو الأول مشاهدين الكرام حتى نشوف كيف العراقيين مو كلهم حاشة على الأشراف وحاشة على المثقفين وحاشة على الوطنيين لكن خلونا نشوف الغوغاء كيف يتعاملون مع الآثار خلونا نشوف الفيديو الأول مشاهدين الكرام وقصر الخليفة المعتصم وموقع البركة وغيرها من شواهد الحضارة العباسية ترتدها اليوم الكلاب السائبة وتتكدس فيها النفايات اليونسكو أدراجت أثار سام الراء ضمن قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر فيما طالبت السلطات المحلية وزارة السياحة بالاهتمام بالمواقع الأثارية وإعادة تأهيلها تقرير حسام الحاج مواقع أثرية شاهدة على تاريخ مدينة يمتد إلى ألف عام إبداع عمراني فريد من نوعه تمتاز به آثار سام الراء فالمئذنة الملوية التي شيدت منذ العصر العباسي وقصر الخليفة المعتصم بالله غدت ملاذا آمنا للكلاب السائبة ومواقع رحبة لإيواء النفايات إهمال ربما لم تشهده تلك المواقع الآثارية منذ أن شيدت حيث بدت جدرانه آيلة للسقوط ومتآكلة ليس لأنها صارعت هموم ألف عام فحسب بل لأنها كانت وخلال الخمس سنوات الماضية منطلقا لهجمات الجماعات المسلحة ما دفع بمنظمة اليونسكو لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمية المهدد بالخطر في حزيران من العام ألفين وسبعة سامراء أهملت وتحتاج الآن إلى دعم ورعاية من كافة المنظمات الدولية التي تعنى بالتراث وبالتحديد منظمة اليونسكو لأنها أخذت على عاتقها مسؤولية حماية مدينة سامراء أو سامراء إدراجها ضمن محميات اليونسكو مدينة سامراء والتي أصبحت عاصمة للدولة العباسية منذ عام مائتين وواحد وعشرين للهجرة ولمدة ثمانية وخمسين عاما حكم خلالها ثمانية خلفاء عباسيين وشيدت فيها قصور ومواقع ترفيهية كموقع البركة الذي يتوسط القصر العباسي وهو وحدة بنائية تحت مستوى سطح الأرض تمتاز بوجود زغارفة دصية يتوسطها حوض للماء تلك المواقع كانت قبلة للمنقبين والآثاريين الغربيين حتى عام 2003 لكنهم هجروها بعد ترد الوضع الأمني في المدينة تعرضت آثار سامراء قسم منها إلى التخريب وقسم إلى الإهمال يعني بسبب عدم إجراء أي تنقيب أو صيانة بالمنطقة وكانت الآثار هي متنفس المدينة بالنسبة للزائرين وبالنسبة لأهالي المدينة السلطات المحلية في المدينة طالبت الجهات المعنية بالالتفات إلى المواقع الآثارية فيها وشمولها بخطط وزارة السياحة التي تهدف إلى تأهيل المواقع الآثارية والمدعومة من المنحة الإيطالية المقدمة للوزارة فيما لفت قادة ميدانيون بأن الوضع الأمني في المدينة أصبح جاهزا لاستقطاب السائحين العرب والأجنب قواتنا منتشر داخل المدينة وخارج المدينة إضافة إلى قيادة عمليات سامراء والآثار الأمكان الأثارية مؤمنة بشكل كامل وبقت فقط إن شاءلة السياح يعني فقط الزوار أن يجون يشهدون هذه الآثار العظيمة في المدينة بعض المعنيين في المحافظة بأن إنعاش السياحة وتأهيل الآثار في سامراء سيكون من أولويات الحكومة المحلية المقبلة حسام الحاج الحرة وفي الختام إليكم تذكيرا بأبرز العنوين شكرا لكم مشاهدين الكرام كان هذا هو التقرير الأول عن الآثار طبعا التقرير حتى هذا التقرير وللأسف أكو هناك ببعض المغالطات من اللي عد التقرير سامراء عمرها مو ألف سنة سامراء بالحقيقة كانت حاضرة بابلية واسم سامراء على عكس ما يروج له البعض لما بعض الإخوان يسموها سرّة مراءة فعلا هي سرّة مراءة لكن ليس هذا هو الاسم الصحيح لها سامراء كانت مدينة بابلية وكانت مركز ثقافي كبير واسمها البابلي هي شمراء شمراء وهذا الاسم بمرور الوقت تحول إلى سامراء وفي التنقيبات الأثرية تعتبر سامراء واحدة من الحقب التاريخية لما المنقبين ينقبون يرمزون إلى سامراء كحقبة تاريخية مهمة في عملية تصاعدية لمعرفة أزمان وأوقات هذه المدن لكن هذا هو حال واحدة من الحواضر الثقافية طبعا سامراء بيها أثرين حتى بس المواطن يعرف هذا الإهمال الحكومي هو للمواقع الأثرية لكن بيها أثر ديني هذا الأثر الديني عنده اهتمام خاص هذا موضوع آخر مشاهدين الكرام لكن نحن نتحدث عن الآثار هل هناك فعلا فهم حقيقي لهذه الآثار هل هناك انتماء حقيقي لهذا الماضي اللي موجود بالعراق أم الجهل وصل إلى درجة حتى الإنسان ربما ما يتشرف بآباء وأجداده هذا اللي رح نتحدث حتى بعدين نوصل إلى نتيجة لما الواحد يطالب الدول يقولهم تعالوا رجعوا آثارنا يرجعوها وين وبيد من وإن من يرجعوها فضل نشك هو بالضبط سبقتني بالسؤال قد يتساءل الأخوة المشاهدين شنو فكرة هذا الموضوع يعني طبعا متأكيد هذا سؤال مشروع الغاية من هذا المشروع هذا الطرح يعني أنا متأكد أكو بيكم يقول هل نفتهم الآثار شنو وإحنا المشاهدين وين مكاننا بهذا الموضوع الموضوع هو مثل ما قال كمان أكو آثار تخصنا وتخص تاريخنا وأكو طريقتين للحفار على هذا الأرث لهذا كلتنا ننتمي له أو هو انتماء إنساني بالموضوع هل أنت هل أنت كعراقي أنت تفضل أنه تبقى هذه الآثار مثل ما موجودة بالرمل وبالتراب ومع الكلاب السائب مثل ما شفنا أو أنت كعراقي تتمنى تروح المتحف مثل متحف وتشوف تحفى العراقية الموجودة مؤنقة معطرة مرتبة محطية محمية ومكتوبة بشخط جميل لافتة صغيرة عليها آثار عراقية أنت تكتبها بها السؤال هنا ينطرح إليك كمشاهد أي حالة تفضلها هي طبعا حالة أنت بالتأكيد تتمنى بس نحن نحشي الواقع حال هذا الواقع المر شفنا الوضع المزري للملوية اللي هي رمز العراق تخيل أنه هذا رمز كبير بالمناسبة نشأت بالحديث عن الملوية طبعا المهندس اللي صمم هذه الملوية رغم الكتابات تغمط حق المهندس والمصمم مثل ما يصير لما الواحد يلحن الأغنية ما يذكرون الملحن بس يذكرون المغني بينما الفضل هو للملحن هذا المهندس هو سرياني وهذا المهندس لما صمم الملوية اللي تعتبر فريدة من نوعها في العالم لا يوجد بناء في كل هذا العالم بشكل الملوية ماكو لا الزقورة مثل الملوية ولا الآثار اللي موجودة في أمريكا الجنوبية مثل الملوية هذا البناء هو تيمنا من هذا المهندس ابن وادي الرافدين تيمنا ببرج بابل ولو أي واحد من المشاهدين الكرام يروح إلى جوجل ويكتب بالبحث يكتب بابلون تاور رح يطلع عنده التاور ما البابل اللي هو رسم تخيلي لأحد الرحالة اللي رسمه في القرن لا القرن الأخير قبل الميلاد زار بابل وزار العراق ورسمه اللي هو البناء الحلزوني فهنا استوحى من عنده هذا هو استوحى منه ولما قدمه لكنه الجماعة لأن لأن هذا السرياني فلا فماكو إشارة إلي تفتهمني شون لكن بغض النظر يبقى هذا الأثر أثر عراقي لأن ماكو واحد يقدر يقول هذا الأثر هو كردي أو هذا عربي أو هذا السرياني أنا فقط رتشير إلى المنشأ بالفكرة الفريدة من نوعها بالعالم لما إحنا نتحدث عن الملوية ضروري أنا أشوف في كثير من الأحيان هناك للأسف هناك جهل جهل بتأريخنا إحنا جهل بتأريخ وادي الرافدين جهل بتأريخ العراق بينما هناك تقديس لتأريخ أتى بعد البابليين وبعد السومريين وبعد الأكاديين وبعد الآشورين بينما قبل هذا أكو تعتيم لا بل في هذا الزمن المر أكو هناك محاربة لهذا التأريخ فضل نشك وزير الثقافة العراقي السابق اللي هو الأستاذ زهر جزائري مفيد مفيد جزائري عفو آسف مفيد جزائري في أحد المقابلات مع فضائية عربية قال أنا شكلت لجنة لاسترداد بعض الآثار اللي أخذت أو سرقت أو نهبت أو هربت المهم تعدد الأسماء لكنه الفكرة واحدة فيقول شكلت لجنة من أساتذة مختصين وعلى ما آثار وقسم من عدهم حاملين شهادات كبيرة الفكرة بها حتى نرجع قسم من هذه الآثار الغريبة بهذا المشروع والأستاذ مفيد جزائري حين يرزق هو يعني حكي يسمع هذه الكلامات يقول أنا شكلنا لجنة وقمنا نسترد قسم من هذه المخطوطات وأن يقول وأن لما كنا نطالب الدول اللي أدها هالآثار ما تنطين الشغلات المهمة بضغط حتى يقول استخدمنا ضغط الأمم المتحدة واليونسكو وكذا حتى يرجعون الآثار يقول كل الضغط اللي كنا نستخدمه يرجعون بعض أحيان الآثار اللي مو مهمة ومع هذا كنا نتقبلها الحد الآن الموضوع طبيعي يعني ما أكو إشكال عليه بس الإشكال وين يقول أنا قمت ألاحظ يقول إحنا نبقى سبوعين ثلاثا بنستخدم حتى السفرات والضغط الدبلوماسي والضغط الدولي والأمم المتحدة لسبيل أرجع قطعتين أو تلافة أنا مدرجحين للمتحف يقول تتهرب من العراق بنفس الوقت أضعاف أضعاف فيقول إحنا نريد للم الحضارة نجيبها بداخل المتحف العراقي يعني يقول في جانب ثاني في جهة ثانية من الموضوع أكو أشخاص يأخذون هذي يهربونها ويقول ممس يهربوها الفكرة يقول يهشموها ويحطموها ويخلوها بمكانات المهم حتى لو توصل مسقيمتها الفكرة بها أنه يقول الفرق ما بين إحنا اللي قاعد نسوي وما بين الناس الاكتشاف الغريب في هالموضوع شنو هو لحد الآن ماكو غرابة يعني أنا صور عادية الغرابة بالموضوع الغرابة يقول لما توصلنا إلى أكو إصابات موجودة بداخل العراق هاي الإصابات مهمتها تهرب الآثار إلى خارج العراق نشأت خليها لهاي الفكرة ببالك لازم نتوقف لحظات مع الإعلان ونعود لكم مشاهدين للكرام موسيقى يا بستن كروي خضري لمخليتا يا مريم بإمكانك عزيزي المشاهد إرسال دعمك للفضائية الآرامية على العنوان البريلي التالي أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني على الأنترنت كما يمكنك عزيزي المشاهد مراسلتنا على البريد الإلكتروني أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم 248-416-1300 شكرا لدعمك ولمحبتك والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بكم مشاهدين الكرام ونحن نكمل ما تبقى من حلقة هذا المساء كما هو معتاد برنامجنا مباشر مشاهدين الكرام رقم تالي فون المحطة يظهر أمامكم 248-416-1300 أهلا وسهلا بمداخلاتكم وأسئلاتكم فضل نجد طبعا راح أكمل الفكرة موضوع الآثار اللي موضوعه وساخن حقيقة جدلي ومثير ليش؟ لأنه مثل ما قلت قبل الإعلان عبر التوقف أنه أكو بقدر ما حاول الجهات المختصة اللي يحبون هالبلد يرجعون قسم الآثار هناك أيادة أخرى في الخفاء تستخدم نفوتها وتهرب أضعاف أضعاف ما يجيبها المسؤولين أو الوطنيين أو الناس اللي يحبون هالوطن لحد الآن أكو مفارقة ثانية رح تجي بالموضوع اللي هي لما درسوا الموضوع أو تبعوا هالعصابات كشفوا أو لزموا أكثر من حوالي فتث أربع عصابات هي باقتصاصة تهرب هالآثار المفاجأ بها أنه كثير من المسؤولين هالعصابات هم متخصصين بالآثار ويشتغلون بهيئة الآثار يعني حاميها حامية بالضبط يعني هم نفسهم اللي موجودين يشتغلون بدائرة الآثار العراقية هم متخصصين لأنه يعرفوا المواقع ويعرفون وين تكون الآثار التمينة والدسمة فتخيلوا تخيل هذا الوطن حتى الآثار اللي بي يعني هل بعض من العراقيين يتعاملون يتعاملون يتعامل سوقي تعامل يعني كأنه بضاعة ولا كأنه هذا الأرض اللي أنجبت هذا الأثر هو هذا خاءة هو يخص كل العالم يخص كل البشرية يعني أنا بس أريد أحيانا أستوقف استوقفني فكرة غيرة أنت قد يكون الوطنية عندك قليلة على الأرض هاي الجغرافية ليش تقتل التاريخ يعني أنت الحاضر أنت قاعد تنتقل من عنده لسبب حاكم لسبب سياسة لسبب دين لسبب حرق أنا أتفق إياك يجود أتفق إياك قد أختلف إياك لكنه التاريخ التاريخ مو ملكك مو لا ملكي ولا من حقك أن تختصب هاي اللحظة لأنه لا هو إلي ولا إلك هذه آلاف سنين وما من حقك تتجرأ بها شوفوا فكرة الآثار إجت تعد الغرب إنه لما رادوا يكتشفون دولهم قالوا إحنا هاي الدول ما إجت من فراغ إجت من حضارة وكل ما توغلوا بالأمق بالسنين من يكتشفون حاجة يقولون هاي مو ملكنا هاي مو ملكنا هاي مو ملك البشرية فمن من 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 الاحتفاظ بقيمة الأثر اكتشفوا إنه لازم يبنون متحف يبنون فتسقف يحافظون عليها يشوفوها هاي من حق كل أجاة يشوفوها من هالفكرة جدت إنشاء متحف إنشاء بناية يعني الحفاظ على هاد الأرث هاد التاريخ هاد الأرشيف هاد المدرسة هاي اللغة اللي تم الناس كلها هاي فكرة المتحف نشأت ناخذ متصل أبو الوليد تفضل انت على البث المباشر عزيزي السلام عليكم مستاذ كمال وعليكم السلام شكرا جزيلا تفضل تحياتي إليك وإلى الأخ نشأت وإلى الكافة العاملين في الآرامية وإلى الكافة المشاهدين شكرا جزيلا عزيزي بالنسبة إلى الآثار العراقية أنا عندي ثلاث مداخلة تحب الداخل بين بس باختصار عزيزي بالنسبة إلى الآثار العراقية عدنا مثلا الأرشيف اليهودي اللي هسه حاليا بأمريكا وعدنا مثلا مسلة حامرابي اللي موجودة في فرنسا طبعا أنا بصراحة أنا ما أشجع أمريكا ترجع إلى الأرشيف العراقي للعراق ولا أرجع ولا أشجع فرنسا أن ترجع إلى الأرشيف العفو ترجع مسلة مسلة حامرابي للعراق ليش لأن العراقي ما يحتفظ بآثار مستعد أن يبيع لك الآثار مالت باكات جي غيره علشب السهم أبدا ما وأبسط شي أنا هسا أبطيك أدلة إن شاء الله إذا رحت للعراق والطب وزور عندك مثلا الآثار العراقية مثلا عندنا الكنائس عندنا الكنائس هواية آثار موجودة في مسيحية وعدنا العتبات المقدسة وعدنا قبور تجي يا عزيزي تدري خاصرين عليها ملايين الدولارات تجي لك أمرأة مو بس وحدة لو وحدة قولا بيها بيتها طاسة مالة حنة تلبخ للحايط من الطول لطول حنة أنا بالنسبة أسميه سرجين بالنسبة لهم مع اعتذاري طبعا هذا لما تجي لك يا زين هذا خاصرين زين يجي لك الألماني ويجي لك الأمريكي ويجي لك الفرنسي هذا لما يشوف الحيطان كلها ملطخة حنة إيش يقول على العراقين يقول هيتش يعني هاي وصاختهم لو بعد غيرها وإذا ما تصدق يا عزيزي روح للعراق وشوفها طب للكنائس أنا طب بيت للكنيسة لقيتها ملطخة طبيت العبدالقادري القيلاني وهو والمعظم لقيتها ملطخ كل حنة ويغوغ الذبان طبيت للعتبات المقدسة زين أنتم يا خطباء المنابر بس حاطيكم أجهزة قتل الإحسين معاوية وقتل يزيد ما أدري إيش لابدثقف العالم ثقفوها بهيشي منتمو قاعد مو يجيكم الجايجيكم الغربي وجايجيكم الشرقي وجايجيكم من كافة العالم ش تقول عليكم يعني من وراء من وراء وحدة مرأة عجوز ها تجي تلطخ لك الحيطان وهذا جوص يا عزيزي جوص جوص ما تطلع من عند الحنة الحنة جعلوها للنساء جعلوها لزينة النساء ومو بساي عزيزي أنا أثبت لي بأن أوصخ أمرأة وأكثر أمرأة هذا وجه الأرض هي المرأة العراقية وإذا كانت أمرأة عراقية أو رجل يريد يحاججني بهذا أدك رقم التليفون موجود وخليجي يحاججني وأطيل أدلة النقطة الثانية عزيزي بالنسبة لهم قاعد يلمون تبرعات موجودة أنا طبعاً هاي شفتها كاتبين علي وقف الحسين على عيني ورأسي حاطي لهم صندوق بالشارع بالشارع تدري تدري لقيت بي أكثر ما يقارب حوالي بالتسعة تالاف اثمان تالاف دولار محفوظ بالشارع والعالم تصب والله والله وقف هذا للإمام الحسين تعرف أنت هو هذا إن من قاعد يروح حتى تتبرع به يجوز هذا يجوز يروح للقاعدة ويشترولكم سيارات مفاخخة ويرجعونها عليكم يفجروها زين أنتم يا الشرطة ما تتحققون منه كمواضيع هاي هاي موجودة زين تلقي لك يا الشوارع متروسة ووقف الإمام الحسين وانتم يا منابر الإمام الحسين يدحشوا تتكلموا طيب النقبة الضالفية يا عزيزي أبو الوليد شكرا حبيبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا أنا بس عدي ملاحظة يعني مع احترامي واعتزازي بما يطرح أخي الكريم وهو طبعا من حقا لكن التجاوز على الأم والمرأة العراقية أنا أشوفها تجاوز ظالم هاي الإنسانة حرمت من التعليم حرمت من المساواة حرمت من العدالة حرمت من فرصة هذا الشيء اللي أنت تتفضل به مع القضية الحنة وغير الحنة أنا ما أقول هذا جاي من معرفة ومن ثقافة زايدة صدقا هذا جاي من عدم معرفة لأن أكو هناك جهات بالمجتمع العراقي تعمق التخلف أكو هناك جهات تتعمد وبالذات للمرأة أن تخليها متخلفة لأن بهذه الطريقة يريدون أن يسوقون هؤلاء الناس للأسف خلينا نكون حذرين عزيزي أبو الوليد هاي الأم اللي أنجبتك وأنجبتني اللي سهرت علينا اللي رضعتنا كثير من الأمور حتى نكون منصفين مشاهدينا أكو عندنا فيديو ونحن نتحدث عن الآثار خلينا ناخد فيديو رقم اثنين ونشوف قليلا من آثار هذا البلد العظيم يعد المتحف العراقي من أهم المتاحف العالمية فهو يغطي تاريخا يعود إلى أكثر من خمسمائة ألف عام قبل الميلاد ويحتوي على مجموعات أثرية من حضارة بلاد الرافدين وتبلغ القطع الأثرية المصنفة حوالي مئتي ألف قطعة موزعة بين قاعات العرض والخزانات تم إنشاء المتحف العراقي سنة 1923 في أحد غرف القشلة بنات صراحة حاليا في زمن الملك فيسر الأول وبعد زيادة عدد الآثار التي دخلت إلى المتحف العراقي في تلك الفترة تم تحويل البناية إلى بناية ثانية التي حاليا متحف البغدادي سنة 1936 تعرض المتحف للنهب والسلب والتهريب لاحقا بعد حالة الفوضة عام 2003 فكان ما حدث بالمتحف أشبه بالكارثة التاريخية على الرغم من أن العراق استعاد بعض القطع المسروقة من دول الجوار إلا أن العائدة منها لا يشكل نسبة إلى القطع التي سرقت ولم تعد الأثار التي سرقت من المتحف العراقي استعادناها من خارج العراق من دول الجوار أو من دول أجنبيين دول جوار مثل عمان وسوريا وأجنبيها أيضا مثل إيطاليا وأمريكا والبيرو وغيرها من الدول كانت سريقة المتحف العراقي جريمة كبرى في تاريخ المتحف العالمية لكن بجهد الحكومات ما بعد 2003 تم عادة تههيل عدد كبير من قاعات المتحف العراقي واستعادت آثار المسروقة سبعا من داخل العراق أو من قارج العراق العراقيون مشغولون بحاضرهم أكثر من ماضيهم حقيقة لمسناها ونحن نرى خلوة قاعات المتحف من الزوار إلا ما ندر على الرغم من أنه يقع في قلب بغداد رعب البصري قناة الفيحار بغداد هذا كان فيديو أيضا يتحدث عن المأساة اللي جرت في عام 2003 والتخريب طبعا للمشاهد الكريم هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المتحف العراقي للسرقة تعرضت المتحف العراقية للسرقة في مراحل سابقة أيضا وكانت أبرزها في عام 1991 إبان ما سمي آنذاك بالانتفاضة الشعبانية أو بانتفاضة آذار لما سقطت العديد من المحافظات بيد المنتفضين أيضا كان أكو هناك اللصوص أبناء الظلام اللي أيضا توجهوا إلى هاي المتاحف اللي كانت موجودة بالمحافظات وسرقوا العديد من اللقاء نهيك عن السرقات اللي كانت تجري داخل المواقع الأثرية اللي موجودة إضافة إلى ما أشيع في التسعينيات إبان الحصار على العراق من أن عدي كان يرأس مافيات لتهريب قطع الآثار المهمة إلى التجار في الأردن ومقايضتها مقابل الدولارات وأنا شخصيا ما طلعت على وثيقة رسمية بهذا الأمر لكن هذا ما أشيع أنا ذاك لا أدري إن كانت انتقاما من عدي أم إن كان واقعة حقيقية هذا التاريخ ربما يكشفها نشأت كان عندك تعليق تفضل كان عندي خبر هو والخبر حقيقة جاء تزامنا مع ما بث الفيديو أنه هناك سرقات وما عقب عليه كمان أنه هاي السرقات السرقات تمت لشحن هذه الآفاء العراقية خارج الجسد العراقي أكو خبر حديث جدا ويتعلق بالحكومة الآن الخبر رح أقرأ لكم مثل ما وصلني بالضبط كشفت منظمة عن قيام أجهزة الأمن البريطانية بضبط مقتنيات أثرية عراقية قام بتهريبها إلى لندن مسؤول عراقي رفيق المستوى ونقلت المنظمة عن مصدر دبلوماسي مسؤول ومطلع في وزارة خارجية قوله في يوم السبت في يوم السبت المصادة في 5 آيار 2012 اللي ما صار يعني قريب اعترضت سلطات الجمارة في مطار هيترو في المحطة الجوية رقم 4 شحنة آتية من دولة الإمارات العربية المتحدة مرسلة من قبل الملحقية التجارية العراقية هذه الشحنة مرسلة باسم وزير تجارة السابق عبدالفلاح السودان ومعنونة إليه لهذا الشحنة حسب بوليسة الشحن هي مؤسسة الدائرة الجهة المعنونة إليها هي مؤسسة دار الإسلام في لندن وطبعا هذه المؤسسة بين قوسين مقر خاص لحزب الدعوة الجناح المالي فتخيلوا السرقة الجديدة ويقول رجال القمارك في مطار هيترو شكوا في هذا الشحنة والتي كانت عبارة عن انتبهوا اللقطة والتي كانت عبارة عن قطع أثاث منزلية حسب ما موجود في فوليسة الشحن وبعد عملية الفحص والتفتيش الدقيق والتأكد تبين لدى رجال القمارك في المطار ان هذه الشحنة مخبأ فيها وبطريقة فنية مبتكرة داخل قطع الأثاث كتب تراثية قديمة ومخطوطات نادرة جدا وآثار واستوانات بابلية وسومرية وقد عثر كذلك رجال القمارك بعد ان تم فتح جميع قطع الأثاث على ارشيف من الوثائق ومخطوطات عثمانية قديمة جدا خاصة بالأهد العثماني الهاشمي الخاص بالعراق وهذه انتبهوا هيها المربط الفلس وهذه بالذات كانت محفوظة سابقا في قبو خاص ضمن ارشيف ديوان رئاسة الجمهورية قبل الاحتلال يعني الحرامي احيانا يقول جاهل لانه ما يعرف قيمة القطع الأثرية يفوك حتى يعيش الشخص الأمي ما يعرف قيمة هذه القطعة يبوك يقول لك انه حتى ما عرف ما عرف قيمته لكنه ان توصل مسؤول بالدولة والتاجر وبهذه البراعة يعني يعني انا ما عرف المسؤولين بالدولة ش رح يبقون لعراق يعني حتى ضحكة الأطفال يمكن ده بمكان يبوقوها اهم اهم لو تتعلب يعني النفط اللي هو ملك لهذا البلد الآثار النخل يعني ما عرف أنا نشأت خلنا أخذ الفيديو الآخر اكو عندنا الفيديو رقم ثلاثة مشاهدين الكرام خلنشاهد سوية وهو فيديو قصير أيضا لأن اكو عندنا بعض الملاحظات حتى نكمل هذا الموضوع سوية معكم خلنشاهد الفيديو الثالث رجعا والتاريخي ففيها سكن ملوك دولة آشور وفيها أسسوا مدنهم وهذا الأمر لم يأتي من فراغ فلقد اختيرت هذه المدينة لأسباب عدة أهمها مرور نهر دجلة من خلالها بالإضافة إلى كونها أرض خصبة للزراعة ففي جودة للفيحاء في ناحية نمرود جنوب شرق الموصل للاطلاع على أهم الشواخص الحضارية التي خلفتها الدولة الآشورية استوقفنا قصر الملك الآشوري آشور ناصر فال الثاني والذي اشتهر باسم نمرود مدينة نمرود من المواقع الأثرية المهمة في محافظة نينوة تقع مدينة نمرود إلى جنوب الشرقي من مدينة الموصل وعلى بعد 34 كيلومتر وعلى الضفة اليمنى من نهر دجلة بنيت هذه المدينة ببان القرن الثالث عشر قبل الميلاد بناها الملك شل منصر الأول ثم ازدارت هذه المدينة في عصر الملك آشور ناصر بال الثاني هذا الملك الذي أنجز الكثير من الأعمال ومن ضمن هذه الأعمال هذا القصر الذي نراه أمامكم وكذلك الزقورة التي تعتبر من الأشياء المهمة في هذا الموقع القصر الآشوري في الوقت ذاته كم أنه مهمل ومهدد بالانهيار الكامل بسبب العوامل الجوية التي أصابت الكثير من أجزائه والعديد من المنحوتات الأثرية الرائعة بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي تجري عليه الآن وبطرق عشوائية غير مدروسة لا تتناسب بالمرة مع المكان التاريخي والحضارية للقصر الآشوري حاولنا عدة مرات إقناع بعض بعض المسؤولين وخاصة فيما يخص مسؤولين الآثار بالاهتمام بهذا الموقع باعتباره موقع مهم ولكن بدو جدوى تحصل أحيانا أعمال صيانة ولكن نعتبرها صيانة بسيطة على سبيل المثال عندما يخص مبلغ 50 مليون لإجراء الصيانة أو إعادة تأهيل هذا يمكن يخصص لمدرسة ابتدائية ليس لموقع أثري مهم مثل الآثار النمرود أذكر في سنة 2007 حضرنا في بغداد وكان من باب الصجفة في فندق الرشيد التقيت شخصيا بمعاري وزير السياحة والآثار وتكلمت له عن هذا الموضوع ولكن بدون جدوى سبب هو قلة اهتمام أو اعتبره إهمال يعني السيد الوزير في وقتها شخصيا قال لي بأن الوضع الأمني لا يساعد طيب نحن ما نقصد أنه السيد الوزير بنفسه يحضر كان ممكن يبعث ممثل وقبل سيادته يحضر بالموقع ويخص المباركية وهو موضوع مادي لا أكثر نعم مشاهدين الكرام ما يجري بالحقيقة لا يمكن اعتباره قلة معرفة ولا يمكن اعتباره يعني ناتج عن غباء او غيرها انا اتصور وبقناعة اتحدث ما يجري هو متعمد هناك قوى سياسية عراقية تريد ان تلغي تأريخ العراق ما قبل الاسلام هذه القوى تعمل بكل ما اوتيت من قوة ومن جبروت ومن مال على هذا العمل هذه القوى يعني اصبحت واضحة المعالم مشاهدينه لان المشهد العراقي وفي اكثر من مرة اقول لا يتحمل اللون الرصاصي لن خادع نفسنا مشاهدين الكرام لن اضحك لانه ما رح ييجي ربما يكون اسوأ خلونا في بداية هاي المصيبة ان نوقف وان نشوف ما الذي يحصل في هذا الوطن هؤلاء الناس مستعدين ما ادري يعني حتى هناك مشاريع لان نجف عاصمة الثقافة الاسلامية خصص لها ملايين الدولارات وخصص لها مئات السراق وبالتالي مشروع النجف حاصمة الثقافة الاسلامية 2012 الغي لانه طلعت السرقات ما ادري لي وين هناك مشروع لمدينة الكاظمية بارك اللات وعمارات وفنادق وسكن مشاريع حدث بلا حرج في كربلاء في النجف في الكوفة وربك يدري في سامراء طبعا سامراء مقسومة بالنص حتى حطوا اسيجة اسمنتية للزوار اللي يروحون الى مرقد الامامين العسكريين حتى ليمرون بالمدينة ويستوقون هاي الامور مشاهدين الكرام اذا العراقي ما مستعد يفتح اينه ويشوفها احنا ما مكارثة كان اكو هناك مدير المتحف العراقي المرحوم الدكتور والعالم دوني جورج هذا الانسان كلف بان يدير ملف الاثار وغيرها في ليلة ظلماء مشاهدين الكرام اخذ عائلته وانهزم خارج العراق لما سئله حاول ان يكتم حاول ان يكتم حاول ان يكتم لكن احد الاشخاص قال دوني جورج هرب من العراق لان ما عاد يتحمل الضغط اللي كان يجي له من قياديين في حزب الدعوة وغير حزب الدعوة بتهديد بالقتل لان يقولوا لاش دعوة انت مهتم بالاثار العراقية وما مهتم بالاثار الاسلامية طبعا الاثار الاسلامية هي جزء من حضارة الشعب العراقي هي ليست فقط للشيعة او للسنة او لل يفترض ان تكون لكل الشعب العراقي لكن اكو اثار قبلها العراق لم يبدأ بالاسلام واذا العراقي يريد ينكر ما كان قبل الاسلام احنا امام مشهد كل الصعب مشاهدين الكرام هذا الوطن هسا قدامكم طلع التاريخ اللي موجود بي اللي موجود بالمتحف العراقي ما لا يقل عن خمسمائة الف سنة هاي الجزيرة العربية اللي يفتخرون هوايا جماعة يقولون احنا اصلنا من الجزيرة واصلنا دروحوا طلعوا لي انتوا طابوقة عمرها الفين ثلاثة الاف سنة طابوقة واحدة ما تلقون لان ما بيها اثر تعالوا الى هذا الوطن العزيز وافتخروا بنسبكم اما للناس اللي اجت ويا الغزوات ويا هاي الشغلات مو مشكلة اجت واستوطنت وعاشت وتربعت وغيرها مو مشكل لكنه مو على حساب ابناء الوطن الاصليين مشاهدين الكرام ننتهي من هذه الفقرة وربما نتحدث بها في مجالات اخرى لان امامنا ايضا الشق الثاني وهو الشق المتعلق بالوضع السياسي العراقي نتوقف قليلا مع الاعلان ونعود الكم مشاهدين الكلام المترجم بس المترجم ايضا بس بس تن ايضا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لدعمك ولمحبتك والرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا المشاهدين الكرام ونحن نكمل معكم الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج اضواء على العراق ويانا متصل الاخ ابو رامي تفضل التعلبث المباشر مرحبا أستاذ كمال يا أهلا بك عزيزي تفضل شكرا لك حبيبي أشكرك الله خليك أستاذ كمال من البناء جندي المجهول هذا الجديد بغداد نعم نعم يعني حتى فوص نجهة شغلات يعني خديمة جدا أثار خديمة جدا ما نعرف يعني بعد السقوط أستور كل النهب كانت هذه تحف تحف أثرية يعني نفسد كانت تحف أثرية طيب ليش ما ليش ما كان كانت تحف عسكري عندنش معنى ليش ما تخلوها لا لا هذا حطوه ضمن يعني ضمن الديكور ما للجندي المجهول هي هاية بالحقيقة جزء من من حالة الفوضى للأسف حالة الفوضى اللي سادت البلد لكنه الأكثر من هذا عزيزي أبو رامي هي قضية الوعي عند المواطن يعني المواطن متى ما وعى بأنه هذا الأثر هذا يقدر ياخده ويحطه بالبيت لكنه فائدته بالبيت هو ومرته وأولاده رح يشوفه بس إن كان خنجر إن كان سيف إن كان مسدس لكنه وجوده بالمتحف هو ملك للآلاف يعني هاي هي المشكلة مرهونة بالوعي جقد المواطن العراقي فعلاً عنده وعي وعنده اعتزاز هاي هي طيب شكراً شكراً جزيلاً لمداخلتك عزيزي أبو رامي مشاهدين الكرام في هذا الجزء من حلقة هذا المساء نتطرق إلى بعض الأخبار الساخنة اللي موجودة بالمشهد العراقي واحد من هذه الأخبار هو ما حصل في مدينة الكاظمية قيل كان أكو هناك موكب عزاء موجود بالمدينة وحاضر مسؤول أمني كبير وأثناء تجواله بالمدينة يبدو أنه شاهد امرأة سافرة في مدينة الكاظمية فتحدث مع المسؤولين قالهم لازم تمنع السافرات من الدخول إلى مدينة الكاظمية المقدسة ومو بس هذا ويمنع أيضا الشباب اللي عندهم قصات شعر أو اللي لابسين قمصان يعني من هاي الضيقة وغيرها من هالأمور وجرت هاي العملية وقال هو هذا المسؤول الأمني طبعا الخبر ما ذكر اسم قال مسؤول أمني كبير يعني مثل ما يقول حج راضي بالبرنامج مالتما لتحت موس الحلاق لما يقول كبير يقول كمبرنج يعني كبير قال وإذا تطلب الأمر سننزل شرطة الآداب إلى الكاظمية لفرض هذا الشيء ناس بلشت تحجي وكثير من الناس كذبت بالإنترنت وغيرها طلع توضيح من وزارة الداخلية العراقية وزارة الداخلية يقول من جهتها نفت وزارة الداخلية منع النساء غير المحجبات والشباب الذين يرتدون الملابس القصيرة من دخول الكاظمية وقال بيان صدر عن وزارة الداخلية أمس الثلاثاء أن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده قيام شرطة الآداب في وزارة الداخلية بمنع النساء غير المحجبات ملخص الكلام بأن وزارة الداخلية قالت إحنا ما عدنا شرطة آداب وقالت إحنا ما مصدرين هيتش بيان وإحنا لو أكو هيتش شغلة هاية متعلقة بمجلس البلدية يعني مجلس محافظة بغداد ومجلس البلدية ما الكاظمية هناك تقليد موجود في الكاظمية زيارة الصحن يعني زيارة المرقد النساء عادة يعني تلبس اللبس البغدادي اللي هي العباية أو الشادور أو يعني المهم تكون مغلطات الرأس وبالنسبة للشباب أيضا يعني أيضا محتشمين لكنه في المدينة لا المدينة مدينة يعني هذا المكان مقدس الصحن مقدس يعني الآن هذا المسؤول الأمني يريد يقدس كل المدينة ويريد يمنع أي سافرة تدخل طبعا أصحاب المحلات والأسواق اللي موجودة قالوا هذا ما معقول هذا يعني أكو عندنا ناس يجون للكاظمية من غير مناطق طيب على أي استناد يجري وضع هذا الشرط بنفس الوقت هذا يعتبر تجاوز على الحرية الفردية وكثير من الأمور لكن الشيء الملفت للنظر مشاهدين الكرام مع نفي وزارة الداخلية ونفي المتحدث باسم يقول وفي السياق نفسه نفى عامر عزيز الأنباري مسؤول الثقافة والإعلام في الصحن الكاظمي مسؤولية العتبة الكاظمية عن هذا القرار وكذلك نفى صبار الساعدي رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد أن يكون المجلس قد أصدر أي تشريع أو قانون يلزم النساء بارتداء الحجاب لكن أحد أفراد الشرطة أحد أفراد شرطة الكاظمية قال أن التعليمات التي جاءتنا تقضي بمنع النساء السافرات والشباب من دخول المدينة وكما شاهدتم مشاهدين الكرام اللافتة التي ظهرت وعلقت في العديد من مناطق مدينة الكاظمية والكلام اللي بيها كلام جدا واضح اللي هو نشكر قرار الحكومة لكن التوقيع انتبهوا على التوقيع مشاهدين الكرام أهالي الكاظمية المقدسة إذن نحن أمام شيء هنا من الذي يصدر الأوامر بالعراق ومن الذي يحمي القانون ومن الذي يحمي المواطن وكيف لهذه اللافتات أن تعلق ومن المسؤول عليها فضل أخي نشت غرابة بهذا الموضوع أنه أكو قرار صادر من موقع رئيس مسؤول أمني المسؤول مجهول ما على اسمه هذه واحد الشق الثاني بالموضوع أنه القرار نفذ وطبق هذه اثنين ثلاثة أكو نفي من الجهات المختصة اللي مسؤولة عن إصدار هالقرار شوف التركيبة مع هالعملية الشيء الغريب بهالموضوع أنه القرار نفذ وصدر من مجهول مجهول أمني الفكرة بها أنه هال المسؤول الأمني ما لها علاقة بهالموضوع بس كان أباحث للسلطة أن يصدر القرار والفكرة والنتيجة أنه صدر ورحب الخطورة بالموضوع هنا شنو هنا هل هو أكو سراع بين السافرات والمحجبات أم هو سراع بين الدولة والأصابات الإرهاب اللي اللي وما فيا السرقة الأموال وغيرها يعني أقصد أنه منه يتحكم بإصدار هيش قرار وتنفيذه طيب شلون الإنسان هنا يقدر يحمي نفسه أنه لو هذا القرار خطأ يعني وفعلا هو بجانب 80% من هالموضوع خطأ ليش لأن أول القرام فردي هذه وحدة مسؤول أمني ما مذكور اسمه ثلاثة الدولة العراقية بمؤسساتها تنفي أنه هذا القرار طالع طيب هنا عملية استرجاع القرار استرجاع حقوق المدينة الموجودة التي تريد تكشف عن هويتها التي هي مثل ما قال كمال أكو مكان جغرافي بها مقدس هذا ممكن تراعي شعور المكان وتنطي أهمية بس أن تطفي كلمة قدسية على الكاربية المدينة كلها فهذا طبعا أنا متأكد أنه أكو اعتراض حتى من المواطن أكو طواف أخرى يعني أنت هذا المكان ما محصور بفئة وحدة نحن نقول أنه هل الجزء الزغير الموجود المرقة هذا القدسية صحيح لكنه أكو شوارع وأكو أسواق وأكو تبضع وأكو مكانات يروحوا لها مو بس الأخوة المسلمين أكو أخوان مسيحيين أكو مندعيين أكو يزيديين طيب هنا أنا صار اعتراض زين هسه أهم رح نوصل وياكم أنه هالقرار إحنا وياكم نوصل نتوصل أنه هالقرار بخطأ طيب رجعوا يعني الشخص المسؤول الأمني لازم يحاسب غير أكو طيب إذا الجهات المعنية من وزارة الداخلية محافظة بغداد الدارة المحلية رفضت أو أدانت أو شجبت هالقرار طيب المسؤول الأمني يحاسب حتى مرتين لا تتكرر زين هذه وحدة القرار هاي اللافتة الموجودة غير تتحاسب بها الشخص اللي كتبها وعلقها لأنه هذه سبق صحفي سبق إعلامي يعني القرار صدر وصار واقع حال هذا هنا سابق خطيرة أنتو لازم حتى لا تتكرر هذا الشخص لازم نعرف منوه هذا المسؤول الأمني وشنو درجته وعلى أساس صدر وبعدين حتى نعرف أنه يخول لهيش مسؤول أمني يصدر قرار مهالباتي عقبة تطلع بغداد يعني يطلع بكركوك واحد قال أنه كركوك مقدسة ويجيون أربع خمسة كتملافتات نحرم على البقية لأنه كركوك مقدسة هذه العملية ما تعرفون أنه إلى وين رح تجرنا زين طيب وهذه بعدين الأبعاد النفسية لها إحنا ومو يومية ننتظر واحد مو مسؤوليته نشأت أنا اللي أتصور الفكرة من هاي العملية بالحقيقة هناك جهات حكومية تعمل خلف الستار هذه الجهات لها جندات يعني الأحزاب الإسلامية اللي موجودة بالعراق ما قاعدة لخدمة الشعب هاي مسألة معروفة وإلا المواطن العراقي بعد مرور تسع سنوات وهاي الميزانيات الضخمة مشنو الضخمة هاي الميزانيات الفلكية والمواطن العراقي هذا وضعهم يعني الإخوان ما أتصور هم بعيدين عن الفضايات العراقية ويشوفون المشهد العراق اليوم ما كو شك بأن تسعة وتسعين بالمئة من نفوسهم إسلام ويمكن إسلام أكثر من الإسلام إلى أمة والسماوات كلها متفونة بالعراق والصلوات مالتهم وكل هاي موجودة ش تريدون من هاي المواطن بعد يا أخي قدموا لك خدمات قدموا لك أهرباء مثل وادم شلاحقين النسوان أحد الكتاب وارد بدر السالم هذا القاس حجة فتكلمة جميلة جدا يقول عورة الوطن في أمنه المنتهك وليس في نسائه العظيمات فليعلم حيف حيف عن نسوان اللي ولدت هاي النكرات اللي ده تحكم بالعراق اليوم أنا كنت أتمنى لو هاي المرأة اللي ولدت هذا المسؤول ودباوه ابنها شدي خربط وشدي سوي وشلون يحللون البوق وشلون يحللون النهب وشلون يحللون الشهادات المزورة لحقين النسوان لازم تتحجب ولازم تمشي هالشكل ولازم تلبس هذا الزي الأسود القاتل يلا ذاك الوقت ترتاحون ويلا ذاك الوقت ضميركم يرتاح هو بهاي الطريقة تطبقوها بهاي الطريقة تخافون من ربكم دباعوا انتوا على الأيتام وباعوا على الفقرة باعوا على ذول الناس اللي تعيش في بيوت لا تليق حتى بالحيوانات بهذا أرض ربكم وبهذا أرض دينكم مو تلحقون الناس والطبقون هذا الاسلوب الهمجي هذا الاسلوب الغريب على العراق هذا العراق بكل هاي المقدسات اللي موجودة هاي بالمناسبة مو انتوا بنيتوها ولا انتوا اللي جبتوها انتوا أعماركم ثلاثين أربعين خمسين سنة حزب الدعوة تأسس بالستينيات هاي الأئمة موجودة منذ مئات السنين هذا الشعب العراقي قام واعتلف وعاشوا وكل شي مشوا ما شافوا هاي الطائفية المقيتة هذا المرض اللي انتوا تريدون تدخلوه بالمجتمع وبالشعب العراقي اليوم تريدون تحولون العراق إلى إلى ولاية ولاية قم الجديدة أو ولاية قندهار لا مو بهالطريقة وبعدين المواطن العراقي مو على هالدرجة من الغباء وانتوا خليني أسأل خليني أسأل أكبر فطحة لبيكم هاي المدن اللي انتوا جبرتوا النساء أن يلبسون حجاب الطيتولهم كهرباء أحسن الطيتولهم مي أحسن الطيتولهم طرق ومواصلات أحسن وإلا علموا ديش تريدون يعني مو أنتوا الأنبياء والأولياء اللي على هاي الأرض تجبرون الناس المصيبة المشاهدين الكرام هناك ناس تعمل وأنا شخصيا في أكثر من مرة أحاول أقرب المشهد إلى المواطن العراقي إجبار الفتيات بالمدارس على ارتداء الحجاب فصل الإناث عن الذكور في العديد من الجامعات فصلهم الآن في الدوائر الرسمية التعدي على حرية المواطن العراقي وخاصة للنساء كل هاي الأمور لازم تنتبهون أين تتجه وما هو المشروع الخفي للأحزاب الإسلامية العراقية ما هو المشروع الخفي مشاهدين الكرام انتبهوا أكو هناك مشروع لفرض أسلمة الدولة العراقية الدستوري يقول دين الدولة الرسمية هو الإسلام آمنتوا بالله منا المليون سنة والتشريعات لازم تراعي ويابا ما يخالف مو مشكلة قدتوا لأغلبية وعلى راحتكم لكنه اليوم أكو مشروع المحكمة الدستورية المحكمة الاتحادية مشاهدين الكرام تريد أحزاب الإسلام السياسي فرض رجال الدين والفقهاء أن يكون لهم حق النقض مثل ما للقاضي حق النقض وبالتالي أنتوا سويتوا حولتوا السبريم كورت القضاء العراقي إلى مؤسسة دينية هذا يقعد باتشر عقبة يقول لك هذا القانون ما أريده هذا يخالف شراح تسوي ذاك الوقت عد من تروح تروح ينبوش مرة تلخ تقول تعال خلصنا من ذول كل العالم إجالكم وكل العالم كان مستعد أن يساعدكم حتى تتخلصون من آثار الدكتاتورية وآثار صدام وآثار الحكومات الغابرة لكن وين قدتوا ومن اللي رح يباوع عليكم ومن اللي رح ينصركم حتى لو يشيلون إيديكم مليون مرة اللي فوق تفضل نشير هو الحقيقة الموضوع ساخن ومحزن لأنه هذه الطريقة ما أعرف يعني ليش هل الأحزاب السياسية كل اهتمامها يعني هذا البلد بفوضة كل نواحية كل البناء التحتية بس المهم هو الحجاب يعني بالضبط يعني أنا بالضبط سبقتني يعني وما أعطهم كأنه بس المرأة شا لبسة المرأة وشا لزعت المرأة يعني هذا العالم بي هاي العقل اللي عقل الإنسان كيلو ربع وزنه وبي دعش ألف بليون خلية يستوعب العالم والكون والتكنولوجيا يعني أنت نحن هل حزاب السياسية حاصرة تفكيرها كله بش لبسة المرأة يعني أنا أعرف البلد يتقدم ما احترام يعني أنا أنا هذا بشأن شخص خاص يعني بس أخصي أنه أن لا يكون كل اهتمام منصوب بهذا الموضوع يعني أنا بالضبط سبقني أخ كمال أكو مناطق الناس امتتلوا لأوامركم ولبسوا الحجاب طيب بش قدمتونهم يعني هو هذا السؤال مطروح أنا رح أنا أجوياكم وأكو مناطق طيب بس أنتو تقعد تجون على الناس تحجبون أو تجون على الناس اللي ما احترامي هذا مو مو غتصاصي بس أخصد أنه إحنا نحكي على الخدمات إحنا نحكي شنو اللي انطيتوا الناس اللي جوا على مرامكم مثل الحساب السياسية يعني أكو ناس أطاعوكم وشعلوا اللافتات وقدموا وامتتلوا لأوامركم طيب الخدمات البقية الكهرباء الماء الصحة التعليم المدارس الشوارع أعرف يعني أنتو ما أدخلصون منطقة بقانون تروحون للمنطقة ثانية وهكذا هذه فوضة هذه يعني أنا ما أعرف مكان الدولة مكان الأجهزة المنتخبة مكان البرلمائيين اللي الناس صوتوا لهم أصواتهم طيب إحنا بس نعرف نحكي نقول أنه العراق حضارة 8000 سنة إحنا ما هاي من نقول حضارة العراق 8000 سنة هاي ضريبة كبيرة ضريبة إنه إحنا من نقول حضارة العراق يعني أنت لبست وما لبست مع احترامي شديد هذه مو موضوعنا موضوعنا أنه الجزء الثاني من المجتمع اللي رجوش قدم العقول الكبيرة المهاجرة الشرجعة منعتها الخطط الأمنية الخطط البنة التحتية إحنا يعني ننسى كل هذه نشأت نشأت شوف هاي بيش مرتبطة يعني تقصد فكرة فكرة أولا فكرة أن يرفعون لافتة اللي هو وضع الدولة أمام الأمر الواقع يعني بالضبط قلت لك منفذ اسمع والشيء الآخر هو إجبار المواطن على القبول بين الأمر الواقع الشيء الأخطر من كل هذا اللي هو التوقيع التوقيع أهالي الكاظمية المقدسة من هم هؤلاء الأهالي يعني يجلس نفض أنت عندك مجلس محافظة البغداد وعندك مجلس بلدية الكاظمية وعندك المجلس اللي موجود بالصحن طيب كل هذولة ما موجودين هذولة منه وصار واقع حال هذولة منه صار واقع حال منه اللي وراهم وين الدولة وين القانون وين الشرطة يعني أقول لك هسه بالكاظمية لو شاء لين صور صدام حسينيه ما كان الدنيا كلها انقلبته وجو وطلعوهم من جو وقلوا لهم منه هذولة هذا مخالف القانون هذا أخطر من صدام حسين لأن صدام حسين أصبح ماضي هذولة موجودين في مدينة الحلة سنويا كان يقام مهرجان بابل وهذا مشهور يعني معروف طبعا وهو كان مهرجان عربي وأطلق بابل إلى العالم مثل مهرجان بعلباك ومثل مهرجان جرش ومثل المهرجانات اللي كانت تصير بتونس وبالمغرب هذا المهرجان قبل سنتين لما صار مجلس محافظة بابل هؤلاء المؤمنين طبعا اللي ثلاثة أربعة من هيبية وأصحاب شهادات مزورة يرفض يرفض الغناء والموسيقى في مهرجان بابل ليش؟ يقول لك لأنه مدينة بابل مدينة مقدسة وهذه أحد الإفرازات هاي مقدسة في محافظة البصرة كان أكو هناك سرك السرك أتصور الشركة كانوا لبنانيين اللي جاي بي يعني ألعاب للأطفال والعوائل ترفيه نصبوا السرك ونصبوا كل شي أجوا عليهم جماعة مو من المجلس المحافظة قالوا لهم هاي الأرض اللي أنتم سوين عليها السرك وقف شيعي حرام أن أنتم سوين هذا الشي عليها فمنعه هاي راحت زي أن أكو عندك محافظات بيأكملها ما تقدر أصلاً اطير فوقها شو بقى من العراق من هو اللي دا يدير العراق إذا أنت بالحلة يقولوا لك هالشكل ببغداد قالوا لك هالشكل بالنجف قالوا لك هالشكل الكوفة اليوم بالمناسبة أكو خبر منشور بالإنترنت فعالية صايرة بالكوفة كاتبين مدينة الكوفة المقدسة كوفة شون صارت مقدسة ليش المدينة مقدسة يعني أجب الشوارع المبلطة وغير المبلطة مقدسة الشوارع اللي بيها مجاري واللي ما بيها مجاري هم مقدسة عيب عيب هذا المتاجرة بالدين والضحك على الناس عيب عيب لأنه أكو أيام تجي اللي قبلكم استهتر هوايا بالعراقيين ولما أجت الساعة العراقيين مرحمه لا يمكن الاستهتار بهذه الطريقة أنا مرة الأخوة بالفيحاء طلعوا تقرير عن سامراء أبو التقرير بالأخير يقول من مدينة سامراء المقدسة أدري إنت تريد تحكي على الظريح يقول الظريح المقدس صارت كل مدينة سامراء مقدسة هس أنتو بعيونكم شفتوا الفيلم والكلاب السائبة كيف تقبلون أن تكون هذه الكلاب السائبة في مدينة سامراء المقدسة خلي طلع واحد يجاوبني مشاهدين الكرام نتوقف مع آخر إعلان ونعود لكم لنكمل ما تبقى في حلقة هذا المساء نعود لكم لحظات سامراء المقدسة روي خضرين مخليثة يا مريم أريم أنتم تشاهدون قناة الأرامية بإمكانك عزيزي المشاهد إرسال دعمك للفضائية الأرامية على العنوان البريلي التالي ABN PO Box 724 World Lake Michigan 48390 أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني على الأنترنت www.abnsad.com كما يمكنك عزيزي المشاهد مراسلتنا على البريد الإلكتروني www.abnsad.com أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم 248-416-1300 شكراً لدعمك ولمحبتك والربو يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انا بيكم مشاهدين الكرام ونحن نكمل الجزء الأخير من حلقة هذا المساء أضواء على العراق بدي أن أشكر العديد من المشاهدين الكرام اللي قدموا عطاء للفضائية العرامية وأشادوا أثناء الشيء اللي قدموه أشادوا ببرنامج أضواء على العراق وهذا بالحقيقة يسعدني كثير أن هذا البرنامج يكون عند صدى لدى العديد من المشاهدين وبنفس الوقت يساعد الفضائية العرامية على الاستمرار في عملها على الاستمرار بفتح أبوابها أمام برنامجنا أضواء على العراق في سبيل التواصل مع أبناء جاليتنا العزيزة هناك خبر بالحقيقة في مناسبات سابقة تحدثت عن الهيئة المستقلة للانتخابات ومنذ انتخابات 2010 برزت مشكلة كبيرة ما بين دولة القانون ممثلة بالسيد نوري المالكي وما بين قوسين المستقلة للانتخابات ولما طلب نوري المالكي عادت الفرز في كل المحافظات قالوا له صعب وما يصير مهم المحكمة الاتحادية بالأخير قالت بس محافظة بغداد وطلعت النتائج نفس النتائج منذ ذلك الوقت كان هناك إصرار من دولة القانون على تسقيط فرج الحيدري اللي هو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات بالرغم من وجود عناصر من حزب الدعوة أو موالين لحزب الدعوة في هذه اللجنة لكن فرج الحيدري كان حجر العثرة وفي أكثر من مناسبة أريد الإيقاع به بحيث واحدة من عضوات البرلمان العراقي اللي هي من دولة القانون قدمت ما لا يقل عن الثمانين شكوى إلى المحكمة الاتحادية عن فرج الحيدري والهيئة المستقلة للانتخابات ويومية جماعة رايحين للمحكمة واستجواب وماكوا شي واستجواب أخيراً أخيراً فلح ونجح هذا الفريق بالإيقاع بفرج الحيدري طبعاً كان هناك تصويت بطلب من دولة القانون لسحب الثقة عن فرج الحيدري والهيئة المستقلة للانتخابات قبل انتهاء موعدها لأن موعدها تصور انتهى يوم 30.05 لما طرح هذا الموضوع في البرلمان العراقي البرلمان تصوت ضد سحب الثقة وبقت بقت العملية موجودة طبعاً الهيئة المستقلة للانتخابات يعني المفروض انتهى عملها ورح يجون يتفقون على هيئة جديدة الهيئة المستقلة للانتخابات من 9 أعضاء يبدو هؤلاء الأحزاب عندما يتحدثون أن نبذهم للطائفية ونبذهم للمحاصصة كذابين وبامتياز هاهم يلتقون ويجتمعون مرة أخرى لأن تكون الهيئة المستقلة بين قوسياً للانتخابات من 15 عضو وقسم الأعضاء على أساس الانتماء الطائفي والعرقي قالوا هل قد شيعة وهل قد سنة وهل قد أكراد وحتى يضيفون الطامة قالوا وريد من المكونات الصغيرة هم حتى يجون حتى شلون هاي التشكيلة تصير كاملة وهم كذباً ونفاقاً يسموها الهيئة المستقلة للانتخابات وطبعاً قعدوا وما توصلوا إلى أسماء ومرة أخرى أجلوا العملية والآن مددوا العمل للهيئة السابقة المضحك بأن فرج الحيدري أخيراً هو واثنين من أعضاء اللجنة الهيئة المستقلة للانتخابات حكم عليهم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ المنفرج الحيدري الآن هو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات بدعوة أنهم قدموا رشوة إلى بعض الموظفين وما يسمى بالرشوة كانت عبارة عن مئة دولار قدمت لبعض الموظفين الذين كانوا بارزين في عملهم في عمل المفوضية وحررت بها كتب رسمية لكن ما يقال عن الهيئة القضائية واستقلالها هذا موضوع آخر ربما نتحدث به في برامج أخرى لكن يعود بنا هذا الأمر مشاهدين الكرام إلى مراقبة من يقود العملية السياسية وبأي طريقة يتعامل مع خصومه تذكرون لما رادوا يسقطون صالح المطلق والهاشمي وعلاوي والنجيفي والبرزاني ويطلع واحد مننا يقول هالشكل ويطلع واحد مننا يقول هالشكل هذا لم يعد لم تعود مشكلة اللم يتمكنوا بكاتم الصوت فأكوى ساليب أخرى لأن المحكمة الاتحادية يبدو حطيها الجماعة جواباتهم شوقت ما تريد كما قيل يبدو أن المحكمة الاتحادية تسير على هواك تفضل نشهد هذا طبعا هو المركب العراقي المركب قلق تعصف برياح والمشهد يلم هالقادة اللي هم سخصناها وعرفنا المكشوف والمستور وبدو قاعدين حاربهم في هذا الاتجاه بس الحقيقة اللي أحب أضيفه اللي ما قال الأخ كمال أنه هذي عبارة عن أفلام أو لوي ذراع تطلع تبرز للإعلان وتبرز للمشهد وتنطفي وتروح ما نعرف سببها وتبقى مجرد فايل ملف يخزن في أحد الكتل ضد كتلة ثانية شوف اللعبة هنا وين اللعبة أنه بين كل فترة وفترة تطلع يبرز للمشهد للسطح أو للإعلام فد زوبعة فد شون نقول إعصار وهذا الإعصار دائما مكون من كتلتين أو ثلاثة عراقية يأخذ الصفحة الأولى من الجرائد والبلاغات رقم واحد أو الواجهات العفواجهات الإعلام والصحافة والأخبار وأنا أكد لكم وهذه هقد ما تابعنا المشهد العراقي إسقاطات سياسية لأجل لوي ذراع وزيادة الملفات بين الكتل زيادتها ورقة شهادة ضد كتلة شهادة ضد كتلة ثانية تخزن هذه الفايلات للطوارئ للمستقبل طبعا لحالة أنه أنت تريد الجر الحبل أكثر من الحديث مشأت المالكي بعظمة لسانه مرة قال بعظمة لسانه مو شغلة غريبة قال أنا عندي ملفات على طارق الهاشمين منذ ثلاث سنوات ليش ما يعلنها؟ ليش ما المحكمة للتحديث جرها تقول تعال طلعنا ياهن إذن هي ضم لي وأضم لك هذا طبعا الموضوع ما بقى خاف يعني إحنا بعيدين يمكن حوالي 11 ألف مايل عن العراق بس قمنا نقرأ بين السطور ونعرف أنه هذه مجرد ورقة صغيرة تضاف إلى أحد الكتل بس هي الفكرة وين؟ السؤال هنا وين؟ واللي أنا أريد أطرحها عليكم إلى متى يبقى لعبة جر الحبلي بهذا المفهوم السياسي داخل أروقة الدولة وفي وسط المركب السياسي التعبان واللي هو تقذفه تجيب الريح مننا وعاصفه مننا أنا أقصد والمواطن في وادن وهذا المركب في وادن ثاني وإلى متى تبقى هذه الضحك على الذقون وكأنه العالم ما فاتح غافلة غافلة أو أنه المواطن العراقي أنا والله يعني مو لأنه حقيقة سبقتني هالقسم كلمة والله أنا أخاف أنه العراقي ما يسكت وهذا الضيم ما رح يبقى وهذا الموضوع يمكن يدوم يوم يومين ثلاثة سنة سنتين بس صدقني ما يدوم لأنه مو هذا العراقي اللي يقبل هذا الضيم لا يقبل حتى على الأحزاب الدينية التي ضحكت عليه وخاف إذا أكو قسم من الأحزاب الدينية تريد تلحي هذا الوطن وهذا الشعب بزيارات أو هاي الكلمات الرنانة هاي المقدسة هاي القضايا الدينية اللي هي الدستور العراقي أكد أنه حرية المواطنين العراقيين على مختلف انتماءاتهم الدينية أو الحزبية أو الطعفية المكفولة بالدستور أنا أقصد أنه أتمنى السياسي العراقي يحسب بالمصطرة أنا متأكد ما عدا مصطرة أنه غبي يحسبها بحساب دقيق أنه هاي ما راح تدوم لأنه أنت ممكن تضحك أو هذا المثل يقول ممكن تضحك على قسم للناس على مدى بعيد وممكن تضحك على كثير من الناس على مدى قصير بس ما يمكن تضحك على كل الناس على كل وقت شكراً شكراً إليك على هذا المثل نشأتني مشاهدين تحدثتنا بالحلقة الماضية عن موضوعة المحكمة الاتحادية وأهميتها وعن المشروع اللي طرحته الأحزاب الدينية ويبدو ليس فقط الأحزاب الدينية إنما كل الكتل يبدو أنها اتفقت على هذه الطبخة المشروع اللي قدمه السيد رئيس الجمهورية للمحكمة الاتحادية هو أن تتألف المحكمة الاتحادية من تسعة قضاء يضاف إليهم بهيئة مستشارين اثنين من رجال الفقه الإسلامي واثنين من رجال الفقه القانوني الأحزاب الأخرى الديوك الذول اللي يصارعون بالتلفزيون اتفقوا بأن تصير هاي المحكمة تتكون من خمسطعش عضو بضمنهم أربعة من رجال الفقه الإسلامي وأربعة من رجال الفقه القانوني ويمنح لكل هؤلاء حق النقض الفيتو وبالتالي نحن أمام مشهد يجيبو لك واحد رجل دين ينطول نفس الصلاحيات ونفس القوة اللي تكون موجودة عد رجل القضاء نشاهد هذا الفيديو القصير مشاهدين الكرام حتى نأمل لهذا المشاهد الكريم أن يعي خطورة ما ينتظر هذا الوطن يبدو يبدو أن قانون المحكمة الاتحادية سيسلك طريق التشريع بعد الاتفاق شبه النهائي بين الأطراف السياسية حول إعطاء خبراء الفقه الإسلامي حق النقضي على الأمور التي تتعلق بشريعة الإسلامية أما فقهاء القانون فلهم حق النقضي على الأمور التي تتعلق بالديمقراطية اتفاق في حال تطبيقه قد ينهي جدلية الفقهة قانونية تتعلق بالقانون وتطبيق القانون أما بعض القوانين التي تتعلق بالشريعة فلهم الحق في نقضها رأي برلماني قد لا ينسجم مع دعاة الدولة المدنية وأصحاب الفكر السياسي الديمقراطي الذين عدوا إعطاء خبراء الفقه الإسلامي حق الفيتو على قرارات المحكمة الاتحادية تجاوزا على الديانات الأخرى في حين كان الدستور العراقي واضحا في استخدام الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع أنا في تقديري أنه هذا يمس بطبيعة الدولة المدنية لأنه وحتى ما مثل ما تجد تبينا أنه الخبير في الفقه حيث يبرايه وهو رأيه يبين الطابع الشرعي بصفة الشرعية وهذا مثل ما ذكر أنه ملزم لأتباعه أما أن تلزم الدولة تلزم الدولة بهذا الرأي فنحن انتقلنا من حيث إلى حيث خبراء القانون الدولي كانوا مع تسمية الخبراء الإسلاميين بالأعضاء حالهم حال فقهاء القانون لهم حق التصويت على القرارات والرفض أيضا وذلك بتسجيل اعتراضا لا يدخل ضمن إطار النقضة لا يؤطى له حق ذيته هو يصوت بنعم أو لا فإذا صوت نعم فإذا وافق على القرار وكان جزءا منه إذا صوت الضد فمعنى هو ذلك متحفظ ويثبت رأيه التحفظ في دائرة القرار وبما أن القانون يحمل نكة سياسية في الأبعاد والمحتوى ويأتي ثانيا بعد الدستور العراقي من حيث الأهمية فلابد للخلاف والاختلاف أن يكون حاضرين في أغلب جلسات نقاشه أما جلسة التصويت فقد تشهد احتداما حتى وإن اتفق المشرعون على الصيغة النهائية له فالمصالح السياسية قد تعيق سيابية تشريعه وقد يؤجل كما حصل سابقا والأشكر الفيحاء بغداد شكرا لاستماعكم مشاهدين الكرام ويانا متصل السيد أبو سليم تفضل التعلبث المباشر أستاذ كمان تحياتي إلك وإلى ضيفك الحزيز أهلا وسهلا المشهد العراقي كما هو معروف وكما هو مبين على الساحة العراقية إن القادة المتوفرين أو الموجودين حاليا سائرين على نفس النمق الإيراني الخميلي لا يكون لهم فائدة للشعب العراقي وللحراق وإنما لمصالحهم الخاصة لمصالحهم الخاصة ولمصالح أحزابهم الدينية المرتبطة ارتباطا وثيقا بإيران فإذا أتينا على الشيد المالكي المالكي رجل ينفذ قرارات تصدر له من طهران وإلا وإلا فما هي الصلاحيات التي يمنحها له إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن القومي فإنه ديكتاتوريا بانتياز يريد أن ينفذ ينفذ قوانين العراق ينفذ قوانين الدولة الفقيسي طهران على العراقيين بصيغة أو بأخرى بصيغة دينية بصيغة عشائرية بصيغة بأسلوب سليز وهكذا إنه لنفذ أجندات إيرانية في العراق تحتراية التشعير طيب شكرا شكرا إليك أبو سليم وصلت فكرتك عزيزي أنا ممتن إليك لأن أكعدنا بعض المتصلين والبرنامج تشارف على الانتهاء أبو سامر تفضل عزيزي سلام مساء الخير أستاذ كمال أهلا بيك عزيز تفضل شانك أستاذ نشه أشكرك عزيز الله خليه الدول داخل حول المحكمة الاتحادية إذا ممكن إذا ممكن نسويه باختصار رجالي البرنامج خليق يعني مقراراتهم وانتخاباتهم كلهم بين يعني لعبة بلعبة لا حاجة للانتخابات في كل الدول العربية أصبح تجوير في تجوير في تجوير مثل ما نجح المرسي وغير مرسي وهو أصلا ما كان ناجح بالانتخابات فلس محكمة اتحادية لعبة لعبة طازرة لجحت المالكي وحتى المالكي في هذه الدورة الانتخابية ما كان ناجح وكان يعني رايح علىه كان ناجح فاللعبة كلاً كشفت كل الدول العربية أي رئيش يجيبه مسير ويجيس مخير صحيح شكراً 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 عزيزي الحقيقة الخبر قبل الأخير مشاهدين الكرام هناك النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء العراقية السيد عارف طيفور يستغرب من موقف السيد الشهرستاني اللي هو مستشار المالكي لشؤون الطاقة من عدم الاعتراض على قيام إيران بسحب النفط من بئر نفط خانة اللي موجود في خانقين بئر نفط خانة يعتبر من الآبار من أولى الآبار اللي اكتشفت في العراق واكتشف في عام 1927 وهو بئر مشترك ما بين العراق وإيران الطريف في الأمر أن هذا البئر في المنطقة اللي موجود بها داخل العراق هو بئر بمنطقة عالية في المنطقة اللي موجود فيها في إيران هو في منطقة منخفضة هذا البئر توقف استخراج النفط العراقي منه منذ حرب العراق مع إيران يعني منذ الثمانينات أقب انتهاء الحرب العراقية الإيرانية العراق وقف الإنتاج إيران استمرت بالإنتاج وإنتم من تشوفون المنطقة العراقية هي منطقة عالية والمنطقة الإيرانية هي منطقة منخفضة هذا فيه دليل خطر بأن الينابيع النفط اللي موجودة بالمنطقة العراقية قاربت على الانتهاء بينما إيران تستمر تسحب النفط من صفحته السيد الشهرستاني لم يتحدث عن هذا الأمر بينما تحدث كثيرا عن قضية اتهام الأكراد بأنهم يستخرجون النفط ويتعاقدون بعقود مع الشركات دون علم الحكومة العراقية إلى آخره الحقيقة هذا ليس هو الموضوع الوحيد في قضية حقول النفط المشتركة يقول كانت شركة الهندسة والتنمية النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية أعلنت إنها وقعت في سبع شباط 2012 عقدا بنحو ربع مليار دولار مع الشركة دانة للبترول المحلية لتطوير حقل شنغلي النفطي المشترك مع العراق وذكرت وكالات رسمية إيرانية إن إيران تنتج نحو 68 ألف برميل من النفط الخام في اليوم في أربعة حقول مشتركة مع العراق هي دهرلان ونفط شهر وبيدر غرب وأبان ونقلت تلك الوكالات عن المدير التنفيذي لشركة النفط للمناطق المركزية الإيرانية مهدي فكور قوله إن عمليات الحفر جارية حاليا في ثمانية مواقع ضمن عدد من الحقول المشتركة الجدير 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 بالأمر مشاهدين الكرام إن كل هذه الحقول وحقول أخرى مشتركة تقوم إيران من جهة واحدة فقط باستخراج النفط بينما جماعتنا ملتهين لهذا لازم النساء السافرات ما يدخلون إلى مدينة الكاظمية المقدسة إلا يكونون محجبات الخبر الأخير مشاهدين الكرام في هذا اليوم كان أكو هناك مظاهرة سلمية لموظفي وعمال شركة الفترو كيمياويات في البصرة مطالبين بتغيير مدير المعمل ومطالبين بتحسين وسائل الإنتاج في سبيل رفع مستوى الإنتاج في المعمل طبعا القانون يحمي هذا الشي الشرائع تحمي وبعدين هم جماعتنا حتى بالحكم هم يقولون إحنا مع الديمقراطية ومعها لكن الطريف في الأمر أمن البصرة يفرق تظاهر السلمية بالرصاص الحي طبعا جماعتنا استعملوا الرصاص الحي ربما ربما لأنه ما عدهم خزين من الرصاص المطاطي أو الرصاص الصوتي فاضطروا يستعملون الرصاص حي لم يكن هناك يعني ضحايا في أثناء هذه العملية إلا أنه المشكلة يبدو أن الرصاص الحي قد أصاب تانكي المي اللي موجود بالمعمل وراح ضحية لهذا الرصاص الحي هذا هو اسلوب حضاري للتعامل مع المظاهرات السلمية أو المظاهرات التي يطالب بتحسين الأحوال المعيشية وهذه ليست المرة الأولى لأن قبل فترة كان أكو مظاهرات سلمية أيضا لناس اعترضوا على ضعف الخدمات في البصرة وقد وجهت بالرصاص الحي أيضا قبل أن أنهي البرنامج الكريمة لنشد ختام البرنامج نحب نوجه شكر لكل المشاهدين الكرام ونطالب مرة مرة أخرى أنه المساهمة بالآراء والكتابة عن أي موضوع يحبون نتناقش به أو نبحث نستح الفايل مالتا أو الملف مالتا ونطلب من أعتكم أنه تبقون على تصال ويانا حتى نلتقيكم أسبوع القادم هذا هو نشأة مندوي أسعودكم الله ومع سلامة شكرا لكم مشاهدين الكرام بالمناسبة في الأسبوع القادم أيضا سيكون البرنامج مقسم إلى فقرتين وحدة من الفقرات سنتحدث قليلا عن اليهود العراقيين ربما حياتهم بالعراق وبعدين صفة بهم الدهر وأيضا عن الملفات السياسية العراقية شكر جزيل لكم مشاهدين الكرام لكل من اتصل وأعتذر عن المشاهدين الكرام اللي لم أتمكن من أن أخذ اتصالاتهم ألقاكم بالأسبوع القادم يوم الخميس الساعة الثامنة مساء بتوقيت ديترويد تصبحون على خير يصبح العراق ويصبح أهل العراق على ألف خير إذا المخرج عند وقت يحطننا الفيديو الأخير أنا ممتنئ لكم مشاهدين الكرام هذا فيديو يجرح القلب لكنه خلنشوف المستوى الثقافي ونوصل بالعراق مع السلامة مع السلامة اشتركوا في القناة